ومن مقر المؤتمر كانت هذه الرسالة الخاصة لزميلة لمياء حمدي مشاهدين ومازلنا نتابع فعاليات المبادرة الافريقية تحت رعيات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشاركة عدد كبير من الوفود رفيعة المستوى من الكارة الافريقية مزيد من التفاصيل عن أهمية المبادرة وما تقدمه لمصر والقارة الافريقية ننضم وليا دكتور محمد موسى عضو اللجنة الفنية لمبادرة الافريقية برحب حضرك فاندم معنا أهلا بك فاندم وأهلا بي المشاهدين خلينا نتكلم الأول على المبادرة وأهميتها للمجتمع الدولي على مستوى القارة الافريقية وعلى مصر خاصة هو لما نتكلم على المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة خلينا بس نعمل هايلايت على المؤتمر نفسه يعني لو المبادرة دي مش مهمة ما كنتيش لقيت إن مادام روايال اللي هي رئيس الكوب 21 اللي كان في فرنسا وبالمناسبة هو رئيس الكوب بيتانو رئيس كوب على طول يعني هي موجودة على طول بصفاتها رئيس الكوب 21 وبتوقع بهذا الاسم وجاية مصر يعني أولا حبا في مصر وحبا إن هي تساعد البلد في أعمالها في الكوب 27 إن شاء الله وإيمانها وإيمان فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بأهمية المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة أعلنها السيد الرئيس عفتاح السيسي في الكوب 21 ودي تهدف إلى إن احنا نعمل 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة في أفريقيا عام 2020 ونحمد ربنا إن احنا قدرنا نوصل لهذا الهدف عام 2019 قبل الموعد المحدد من السيد الرؤساء بحوالي سنة وكم شاء المرحلة الثانية من المبادرة ودي بس اتأخرت شوية علشان الكوفيد ولكن إن شاء الله هي جاهزة للإطلاق إن شاء الله وإحنا اخترنا الحدث بتاع كوب 27 اللي هيقام في شرم الشيخ في نوفمبر القادم إن شاء الله تكون الحدث الكبير اللي يطلق فيه إعلان المرحلة الثانية للمبادرة وده هدف طموح لأفريقيا إن هيبع عندها 300 جيجا من الطاقة المتجددة سواء شمسية أو رياح أو هايدرو فدي مهمة جدا طبعا العالم بيبص للمبادرة دي لإن أفريقيا يعني مصدر للطاقات المتجددة على مستوى العالم وتقدر إن هي يعني تدي لأوروبا طاقة متجددة بكميات تقدر تغطي استهلاكها كله من الطاقة المتجددة لأوروبا أيضا هي فرصة للقطاع الخاص المصري إن هو يبقى متواجد فيه المشروعات اللي هتقام في أفريقيا وإحنا شايفين القطاع الخاص المصري متواجد فعلا في الوقت الحالي ولكن هناك فرص كبيرة جدا إحنا عندنا مشروعات اللي أطلقناها العشر جيجا دي كانت 206 مشروع فيه أكتر من 600 مشروع آخر وممكن يوصلوا 8000 مشروع بنحاول إن إحنا يبقى الهدف بتاعنا لمرحلة الجاية إن إحنا يبقى أتركت حوالي 8000 مشروع ودول يبقى قابلين أو صالحين إن هو للإستثمار ودي طبعا للإستثمار ده فرصة لقطاع الخاص المصري بالخبرات اللي اتعملت فيه قطاع الكعربة المصري إن هم يقدروا إن هم يبقى تقاعدوا في أفريقيا شكرا في نهاية اللقاء شكرا جزيلا دكتور محمد موسى عضو اللجنة الفنية للمبادرة الأفريقية وعودوا مرة أخرى لستوديو